انا نوري يا ابو الدهب طاع اسمعي يا نوري انا لا بدي اتلك ولا بديك تعتلي انا بحترمك وبعزك كتير فاحمل ضرب طريقك وروح ارجع لحارتك لك وينك لك غدار انا مالي غدار افهام واسمعي منيح انا مالي غدار يا نوري انا هلأ شايفك وانت مالك شايفني يعني انا بقدر اقنصك وقتلك بارضك بس انا مابتل بالحارتي تذكر يا نوري انه طوله من رأس حابه اخوة وانا مابتل بالحارتي ولازم تعرف وتفهم منيح انه انا بريء من دم الزعيم روحوا دوروا على قتل الحقي دوروا عليه واخدوا تاركم منه وتركوني كرامة للنبي حاشتك لك غدار انت اللي قتلت الزعيم وهذا اللي صار وقت عمك في واحد قتله ولزع القصة بظاهري مثل ما عمل شكري فكر منيح يا نوري فكر ورجع بذاكرتك ذكر اديش كان عمك منيح معي انا لم يمكن اني يتلو انا بحبه وبحترمه انا ما راح ترجاك انك تسديني لكني قاعد هون وكان فيكم خيري شري انا تعوضت على الشنططة وما عادت تفرق معي منهم بس متل ما رب العالمين بيّن اول حقيقة واطلعت قدام منكم بريق راح بيبين حقيقة تانية وعلم على كلامي وتذكر يا نوري تذكر منيح انك صالبني معه لك شي راح لك نيال المصلوم عند ربه بريق وانت يدرى ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله يا رب يا رب افرجع لي ارحم الراحمين يا الله الله يصرحك يا نوري ماتيش كان جاي على بالي انا اكو ضمك على صدري ماتيش كنت مشتا اني حدنا بياك وتحاك سوا وبعدين وبعدين يعني وبعدين يا رب اتتتت بتانية انا اتتتacji اتتت ترجمة نانسي قنقر وبعدين اتتتات المترجم للقناة المترجم للقناة ولما قلت له سيدي الوكيل طاربك قال لي شو قال له؟ قال لي انتوا ما تكونوا تحلوا عني ما بيكفي طيارة والنوم نايوني قلت له ابو سليب انت شو عم تحكيه؟ قال لي سلب على الوكيل تبع كله اني مال يجايد روح جاهز الحنتور تبع يجاهز دورية بده نزل على العمارة فوراً عمرك سيدي العمار لازم لحقه بما يروح يحكي ويفضحنا هذا شكله اللي اتمنع اللي ساوا اذا ما رجع لعقله بقتله وخلاص منه موسيقى يا عقوب ما شو زعيم؟ سمع بتروح بتدق على اهل الحارة بيت بيت وبتقلهم بلا ما يزيدوا عن عيد عين لك يا عقوب تربة يونس الله يرحمه لسه ما نشفيت الله يرحمه ويرحم كل حبة تراب نزلت عليه امين يا رب والله محييك يا زعيم ومحيي البطن اللي تقلبت فيه على فطور بتروح ما تنساه كيف لك بروح؟ تعال اقول لك انا هذيك المرة سألتك سوال وحسيت انك ما حكيت الصدق اشوي؟ انت موساك يا مدمر اه؟ كيف لك؟ ما اقول لي يعني مانك سمعان بيعبوت هدي صرلو مدين متخبيهنين ماني سمعان في هالاسم غير عنكن هو ايوه يا حزين يا انا الله يستور الله يستور موسيقى ليش معنى قلب عطاك ابسالية؟ شوال منظرت بها؟ المشكلة مود منظرية يا جناب الوكيل المشكلة عوني بعقلي كنا قتلت واحد كانت الناس كلها تحلف بحياته لا وفوقها احنا تهمنا واحد ما له علاقة بالموضوع كله ايوه معناها صحي عن ضميرك يا ابسالية كبلي ضميرك على جنب واللي اللي يشوف انت قديش اخدتها تقتلتها بشكل كريمي الفين اللي يردها وهلأ إليك قدنها لمرتين بس بشرط انك تقتل نوري يا ابو الدهب لا عمي لا لا مو زادا لا يا انا ماني مصدق اني اخلص من شغلة ابو شكري يطلع لي كمان نوري لك الزعيم ابو شكري عم يطلع لي بالمنام يا جناب الوكيل يستر على عرضك فهمني لك بكون قاعد ما بلاقي غير انزرع بخلقتي لك صوته بأدنين لا لا عمي لا معتن عيدا معتن عيدا بعدين قلبي حاسسني انه هالمرة رح لنكشيف ما لي علاقة بحب ذكرك بس يا جناب الوكيل انه رجلي ورجلك من فلق اسواء يعني مش عما تنسى وانا بحب ذكرك انه انا هلأ فيني ااختك لعندي على الحبس والدبان الازرع ما بيعرف طريعك بس انا بحبه وانت بتعرف اني انا بحبه ومشال قصة قتل ابو شكري انا لا كنت ولا شفت انت اللي قتلته بايداه وانا ما قرر ولو قلت للشام كل ياته انه الوكيل طلحط له علاقة بالموضوع ما حدا رح يصدقك بقى احلب معي صافي بقى احلب معك صافي اليوم عبود كان فيه يقتلني كان هو شايفني وانا ما نشايفه يعني لو كان بده يقتلني كان قتلني وهي الحركة ما بيعملها الى الازجرت يا الله يا نوري ليش هيك عم تتخربط معك البصاص ولازم تعرف وتفهم المنيح انه انا بريء من دم الزعيم فكر ورجع بذاكرتك تذكرت ديش كان عمك المنيح معي انا لم يمكن ان يقتله انا بحبه وبحترمه بس مثل ما رب العالمين بيّن اول حقيقة واطلعت قدام منكم بريء رح بيبين حقيقة ثانية وعلم على كلامي عبود عم بيعرف كل شي عم بيصير بالهارة شلون وكيف شلون وهو قاعد بدمار في شي عم بصير ما عم بفهمه ماقول يكون عبود مو هو الي قتل عمك معقول يكون الي قتلوا قاعد بيناتنا ولازم يتهمي بعبود؟ أخلك نوري ميت سؤالة براسك وما في له الجواب نازم عارف كيف عبود عم بيدرابي كل شي عم بيصير بالهارة نازم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة